موسيقى أحد المتدخلين بهذه الندوة سي شكران مرحبا بك بداية كيف ترون النقاش اليوم حول عقوبة الإعدام بالمغرب وهو كان نقاش مطمر من ناحيتين للقانونية لم ناحية تعاطي الفاعل السياسي مع المطلب الإلغاء العقوبة للإعدام الأسف الشديد لم يكن تدخلات التي تصب في تجاه آخر بمعنى أن تجاه واحد هو المطالبة بالإلغاء لأنه سيكون من المفيد أن نستمع على رأي آخر لكن على العموم هذه معركة نعتبرها معركة طويلة باعتبار الأهمية دي الموضوع ولا شك لأن النقاش اليوم هو مدخل لمزيد من المرافعات التي تصب في تجاه تحقيق هذا المطلب للإلغاء العقوبة ولكن أعتقد على مساوى دي البرلمان أو على مساوى دي الهيئة الشرعية يمكن الصوت الآخر موجود وموجود بقوي يعني أنتم اليوم كبرلمان أو كفرق دي الكم أو كمع الناس اللي تتشغلوا معهم كيف تشوفوا يعني هذا التدافع نحو إلغاء أو للإبقاء على عقوبة الإعدام بالمغاية نحن بعد الموقف دينا واضح هو مع الإلغاء عقوبة الإعدام وسبق الفرق الشراكي في الولايات السابقة أن تقدم مقترح قانون لأجل تعديل واحد مجموعة إلغاء واحد مجموعة للفصول للقانون الجنائي اللي فيها كتنص على العقوبة الإعدام ندخل المجتمع أمر طبيعي يعني يكون هناك يعني اختلاف حول هذا الموضوع بحكم التركيبة المجتمع وبحكم الموضوع في حد ذاته مثله مثل قضايا أخرى أعتقد على أن المصر اللي اخذته بلدنا اليوم يعني نحن نتقدم الآن في مسوضة القانون الجنائي هناك حديث على تقليص عدد الفصول التي تعاقب بعقوبة الإعدام عدد الحصرف 11 مدة أعتقد على أن كنو حتى راكمات تتحقق المطلوب اليوم هو أن تكون إلى جانب هذه المعركة التي تتم على المستوى لا تشريعي المستوى الحقوقي يجب أن يكون واحد معركة تقافية لأن كيف مكان الحال المجتمع يجب أن يقف عند هذا المطلب للإلغاء العقوبة الإعدام لماذا للإلغاء بأعتبار لأنها عقوبة نهائية جميع الأسباب التي ندافع بها عن هذا الطرح للإلغاء يجب أن تكون في متناول المجتمع طبعا ماذا تكرت المجتمع أستاذ شكرا بزاف هذه المرات يعني الناس خصوصا فيما يتعلق بالجرائم التي تكون نسميها جرائم بشعة والجرائم التي تكون عنيفة بزاف فكل المطلب دائما هو خصنا ندير الإعدام اليوم على المستوى دي لكم في المقترح لحد القوانين التي يمكن أنكم ترحو واذا ترحو هذه الأمور بعيد الاعتبار لا هو شوف دي كتنك تدفع لحد المبدأ أحيانا مجموعة الإصلاحات الكبرى تبدأ بفكرة وتدافع عنها أقلية حتى تصبح واقعا داخل المجتمع المجتمع الذي نعيش فيه سنعرف هنا أحيانا يحصل في سوق أسبوعي يحكم عليه هنا بالإعدام بالتالي المطلوب هو أن النخبة المجتمع تلعب الدور ديلها وتقود المعركة ديل التغيير لكي تأسس رأي مواطني قابل مجموعة الإصلاحات الكبرى من ضمن هذا المطلب الإلغاء العقوبة الإعدام سنقضع بلاتنا خدث ما صارت في هذا الجانب لكن ما زال لم نحسن بشكل نهائي وبالتالي وجب الحسم تلعب المجتمع المدني في النقاش الدائر إلى جانب العمل التجريعي لا نقول الإلغاء العقوبة الإعدام ولكن على الأقل الخلق النقاش الحقيقي حول قضية الإعدام وهو من بين أدوار المجتمع المدني هي الطائرة والتوعية المواطنين بعدد من القضايا والأساسي في بلتنا هو أن يكون نقاش فكري نقاش صحي لا يكون تخوين من هذا الطرف أو الطرف الآخر أو شيء من هذا القابل يكون الموضوع متروح للنقاش متروح للنقاش وفق توابيث وفق ضوابيث علمية وفق نقاش صحي وفق بخلفيات وفق أحكام جاهزة هذا الدور المجتمع المدني من خلال المرافعات وفاعلين المناظرين الحقوقيين في هذا المجال يقومون بمرافعات في هذا الجانب تبقى المسألة بالنسبة إلي وهذه نظرة شخصية المسألة مسألة ذو وقت لأن الإصلاحات الكبرى تتطلب الوقت لأن هذا أثر داخل المجتمع وممكن نجي ونجي إصلاحات التي تكون بمثابة قطيعة في واحد اللحظة للمجتمع ما زال ما مهيئ لنفسولها يعني إلغاء العقوبة الآن الواقع هو أن العقوبة الإعدام في المغرب لا تنفذ هذا هو الواقع يعني يحكم بالإعدام ولكن لا ينفذ نحن وصلنا إلى هذه المرحلة وهي مرحلة مثل مجموعة للدول لأن هناك دول للغط وقفة تنفيد كل ما زال تنفذ الآن بين منزلتين بالتالي أعتقد أنني متفائل بما سيتم مستقبلا شكرا 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 لك وطبعا المسألة تفاول المسألة أساسية شاركي معنا في هذا الحصر القصيرة للنقاش حول موضوع الإعدام بين المؤيدين والمطالبين بالإلغاء ديالو شكرا شكرا لك أذكر أنك محامي ورئيس الفريق الشراكي بمجلس النواب شكرا لكم مسمعاتنا مسمعين شكرا يونس ناجي في القيمة طرح فأني أنا معكم حسن بنزله إلى اللقاء